وخلال مؤتمر صحفي أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجود توجيهات رئاسية بإطلاق حزمة حماية اجتماعية لتخفيف العبء على المواطنين ووضح مدبولي أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة الحقيقة كانت توجيهات فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية الحقيقة احنا كدولة تم التوافق عليها وتم يمكن شرحنا لحضراتكم ان احنا ان شاء الله اعتبارا من نهاية هذا الشهر أو بداية شهر سبتمبر حنبدأ في تطبيقها اللي بتهدف في الأساس إلى تخفيف الأعباء عن المواطن المصري وفي نفس الوقت الحقيقة ايضا يعني احنا اتخذنا العديد من الإجراءات اللي بنحاول بيها بقدر الإمكان تخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة اللي بقيت موجودة النهاردة واللي تزايدت بطريقة غير مسبوقة لنتيجة لتضاعف أسعار السلع الأساسية اللي الدولة المصرية بتستهوردها